بدأت الأحزاب المتنافسة لانتخاب الكنيس تستعد لخوض معركة الفوز بأكبر نسبة مقاعد وكما هو الحال في كل حملة دعائية لهذه الأحزاب المتطرفة يستخدم الدم الفلسطيني والاستيطان والاعتداءات دعاية انتخابية لكسب تأييد المستوطنين وأصواتهم مع اقتراب انتخابات بلمان الاحتلال الثاني والعشرين المقررة في السابع عشر من أيلول المقبل بدأت الأحزاب اليمينية واليسارية المتنافسة تتخذ من هدر الحقوق الفلسطينية مادة دعائية لجذب أصوات الناخبين ويبدو أنها تتسارع في وضع البرامج التي تستهدف الاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك وقصف قطاع غزة وضم الضفة الغربية بشكل أو بآخر معنى هذا الكلام أن إسرائيل ليست في وارد التسوية ليست في وارد إرسال رسالة طيبة لا للفلسطين ولا للعرب للإقليم العربي وأيضا أنه واضح أن إسرائيل تتجه نحو التطرف الشديد وتريد أن تفرض التسوية بشكلها الإسرائيلي وبشروطها الإسرائيلية وبالتالي نحن أمام إسرائيل مختلفة تماما عمليا اليمين المتطرف الحريدي الحخامي اللاهوتي الاستعماري هو الذي يسود طبعا أنت تعرفين أن هناك إدارة أمريكية تسبق هذه الرؤية أيضا موقف في الإقليم العربي أيضا موقف لا يساعد على تغيير مواقف إسرائيل رئيس وزراء الاحتلال بنيمين نتنياهو والذي فشل بتشكيل الحكومة بعد فوزه في نيسان الماضي يحظى الآن بشعبية كبيرة قد تؤهله للفوز بالانتخابات من جديد سيما بعد الإعلان عن نيته اقتحام المسجد الإبراهيمي بالخليل المحتلة كجزء من دعايته الانتخابية قناعة الشخصية أن نتنياهو عائد لترأس الحكومة الإسرائيلية القادمة نتنياهو الآن لديه فرصة مناورة أكبر في ظل وجود حزب العمل بالتحالف مع اليمين مع القيشر وجود أحزاب اليمين الصغيرة التي من الممكن أن تقفز إلى الكنيسة بالتالي هو مرتاح ويشعر بالانتياح الكبير خاصة أن حزبه سيحقق في المرة القادمة تفوق على حزب جانس على الأقل بخمس مقاعد لا يحق للفلسطينيين التصويت بانتخابات الكنيسة لكنهم أكثر من يعيش أجواءها بالممارسات القمعية على الأرض والتي تتفاقم وتحتد مع اقتراب موعد التصويت من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا